موسيقى السلام عليكم أخوتي المغربة أخوتي المغربيات نتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال قبل أن نبدأ الفيديو أخوة نطلب من الناس الذين لا تشتركوا في القناة والاشتراك في القناة وشتركوا في الفيديوهات وكذلك لايكات وشكرا اليوم أخوة اليوم نرى النظام الديكتاتوري النظام الشمولي هذا النظام الإجرامي برئاسة الملك المفترس محمد السادس الغائب عن العرش يخرج لنا جميع الأبواع جميع الأبواع المخزنية نرى خارج اليوم كل واحد خارج من الجحر كلهم يطبلوا ويغيطوا في اتجاه واحد الدفاع عن الملك والتبرير الغياب الملك المفترس ونقبل ما نهضر على الرئيس على كبيرهم الذي علمهم النفاق بن كيرام هنا ستجاب واحد المساج للصحفي حميد المهداوي سي حميد المهداوي أنا اليوم سوف أنتقدك وكباليمن حقي انتقدك لأنك أهضرت علي لمجرد أن تقول أي شخص ماشي ملاكي أي شخص بغي النظام الملاكي يطيح ما عنده الحق يحضر على الملك فهنا انت عممتي وهنا أنا ما بغيش الملك وأنا بغي هذا النظام الملاكي يطيح وأنا بغي هذا الملك المفترس يجي تحاكم إذن هنا انت حضرت علي فمن حقي أنني نجاوبك بكل احترام وبكل أدب فهنا استحميد أنت كتقول اللي ما بغيش المالك واللي هو ما بغين إسقاط المالك علش كتسوله على المالك الجواب ديالي هو هاد الناس هادو لهم كل الحق يسوله على فين مشاهد المالك ولهم كل الحق يبينوا ويوضحوا المغاربة أن هانتو ما كتشوفوا ها احنا لاش مبقيناش ملكيين هانتو ما كتشوفوا المالك غير موجود المالك غائب المالك خاوي البلاد دياله وغادي عند دولة اللي كتقولوا عليها دولة استعمارية واللي كتقولوا على الصحفة ديالها يعني صحفة معادية لكم ها هو المالك غادي ساكن عندهم معقيم عندهم كان بيينوا للشعب المغربي أن هذا المالك ما صالحش كما قلت يا سواء كانوا لما كانوا ما غادي تغييرتها حاجة في هذا المغرب إذا لاش غادي نصرفوا إلى هذا المالك المالايير يوميا راح كيستنزف من الأموال للشعب المغربي المالايير يوميا كيف تقولوا المالك المفترس هو صمام الأمان هو صمام الأمان هو الموحد وراب المالك ما غادي ما غادي وهو المالك ما كانت واليوم تقولوا أنه ما كانت المشكلة سواء كان المالك الأمور غادة سواء ما كانت المالك الأمور غادة ما كانت المالك ما كانوا كيف تأتي المالك ما هو ماشي بالأحرق العائلة الملكية التي تجعلها الملايين لذلك الملك سوف نقوم بها الأمور الذي يجعلها الملك الحميد كيف يحصلك تحرق أحسن البنت هذا الملايين الذي يجعلها الملك المفترس كيف يبني الولاد العياشي تم中فك إذن هنا هو الفرع أخي حميل الفرع هو أن هذا الملك يستنزف الأموال الشعب المغربي وهنا قلت له واحدة المسألة مهمة وجد مهمة قلت لهذا الأب لنا ونحن أولاده الملكيين لأنه لا تسولون عليه والملكيين لا تسولون عليه والملكيين هذا البناء ونحن الواحدين الذين نسولون عليه وهنا يجب أن نسمي الأسماء بمسمياتها من الذي يأتي الأب مدى يقوم أن يغادر بلد سوف يذهب إلى بلد أخرى ولا يقول لأولاده أيتشيح ولا يقول لهم أن يأتيهم أيتشيح لا يوجد أب سوف يقومون ونتسمي أبي كي هجر ولاده وما كي يقول لي هم فين غادي يا واد يا رما هذا لمعاش أب هذا راولا موجري مره هربوا اسمح في ولاده وخلاهم وكين واحد جي آخر اللي هم كتقول ماشي ملاكيين ما خستاش نسولوا عليه علاش يا أخويا ولكن هاد الأب هاد الأب ديالكم صار على الناس فرزعهم ما نسولوش عليه باش يردلينا رزعنا ولكن هاد الأب ديالكم معدب ناس تكرفس عليها ناس ودخلنا السجون ضلما وعدوانا والناس يقلبوا عليه باش يحاكموه تقول لنا ما نسولوش عليه لا يا أخي حامين الملك المفترس منحقنا نسولو عليه ومنحقنا نطالبوه بيرجع لنا فلوسنا ومنحقنا نحاكموه لأنه عدبنا لأنه دخلنا ضلما وعدوانا للسجون بالأمر دياله وخصوصا أنه هو عتارف بالتعديب أخي حامي ودباهنا ما كنفهمش الملك المفترس محمد السريس عتارف أنه كان تعديد في المغرب هو 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 عتارف بها هو كيقول المفوذية السامية مادام نافي بيلاي يقول لها أنا ما كننقبلش بالتعديب وما كننفيش أننا لدينا حالات معزولة ديالتعديب في المغرب المالك هذا المالك المفترس تقول لها بفمه هذا ما تقول لها بفمه أنه ما يقبلش بالتعديب وأنه لا يخفيش أنه كينن حالات معزولة ديالتعديب واش من نهار المالك المفترس عتارف أنه عنده حالات معزولة ديالتعديب واش عمره نصف الضحايا ديالتعديب واش عمره حاكم الجلادين من نهار المالك محمد سليس أنه كينن تعديب يعني كينن ضحايا وكينن جلادين وما شفناش الضحايا رجع لهم حقهم وما شفناش الجلادين تحاكموا إذن ما نحقي أنا بغير نحاكم المالك نسول على المالك واش فهمت يا السي حميد أنا بغير نحيذ هذا المالك وكان أعطيك الأسباب لماذا بغير نحيذه كان أعطيك الأسباب ماشي غير هارك دفقت وقلت ما بغيرت المالك ورعنا كنت ملاكي وزيت رأي هذه البلاد ومثلت المالك ولكن هذا المالك رأي اختطفني احتاجزني عدبني دخلني دوز لا تعسوفي من بعد صورني أنا والزوجة ديالي من بعد ذكي تهدد عليها من بعد ذكي تهدد عليها بالصورة للبورنو من بعد حاول يقتلني يا واش نقيت يا السي حميد واش بغيرت يا شيء كامل ما نصورش على هذا المالك ما نقدرش على المالك اذا اي واحد ما نحقه يسأل على المالك وهنا هو تبين وانت كتشوف هذا بسي حميد كتشوف ان سواء كين المالك سواء ما كينش المالك لأمور غادر وعليش اخويا تخلي هذا المالك يبدأ يديننا هذا الملايير وحنا عدنا اولاد العياشي مساكنين وعدنا اطفال ما كمشيوا شحراو ورا هذا الفلوس اللي كي يدينها الدكتاتور يوميا يوميا ما نرزق الشعب المغربي رأى اولاد المشي لهذه الناس اخويا حميد تقبل مني هذا الانتعاد اخويا بغيت تمارس الرعباء مارسها على رأسك بغيت تمارس الرعباء في البيت ديالك من حقك ولكن لا تجيش تمارس عليه نحن الرعباء وتقول ثم ماشي ملكيين لا تهضروا على المالك انا رأى المالك وكان اهضر عليه ودعاني وتحديت ومشيت معها الابعد ماذا وجيت كان اهضر المالك لا تهضروا شيء يقول ليه اي واحد اي واحد في ذلك المملكة يريد ان نهضر عليه سوف نهضر عليه وما يمكن لك اخويا حميد تمارس الرعباء وتقول لك شكرا استي حميد على تعبولك النقد هنا سوف يدوز سوف يدوز لهذا المدلس الكبير وهم الذي علمهم النفاع هذا بن كيران هذا رجل الإطفاء هذا بن كيران ولا لابس توني ديال البومبيا وموجتي يتسنى لكي تسنى الإشارة لكي يقول ليه يلا بن كيران ألطك اخرج الزمزم لي يا عباد الله اخرج بتفيلية العافية ورا بزاف هذا الشيء هذا واسي بن كيران والمنافق أنت منافق أنت كذاب أشير والمغربة ينحن عند متسئل هي المغرب منك أنت لا تنزل sendsك بي ولا تنسئه وفي نفس الوقت يتقول لكي myśle المالك إنه مالك هو كل شيئ المالك هو رئاس الدولة هو الوصول رئاس الحكومة رئاس حاجة صبره شامك انه م Agg cevكو بك انتقالي بحذه الجهزة ايه 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 اتران رئيس الحكومة جمع sobie i ki len مожي الأحيان في الشعب المغربي سيحدث كل صدقائه حمز سمكixa المالك المفتريس الجهاز s avant a joint نانية الآخر هذه السوالة يحجب المالك لكنه없이 اتساله اثر من الشعب أنت رئيس الحكومة رئيس الحكومة قال من المالك وما يدى أجل المالك وحصلت أكثر من قدم أشر سأدخل في 2014 لباريس وعندما هو رئيس الحكومة وصحابك أخذوا صاحبك ديني شخص أخذت الميكرو وشرحوا يقول لك ماذا تقول في هذا الشيء؟ رئيس الحكومة عبدالله بل كيران ما تقول خصوصا في هذه التسجيلات ما بيني وبين وزير الداخلية محند العنصر وذلك الساعة محند العنصر وزير الداخلية في أين حكومة؟ في الحكومة التي ترأسها أنت عبد الإله بالكيران وبدأت أن تسمع التسجيلات وأن محند العنصر يهدر باسم الملك ماذا ترغب في هذه الساعة؟ أصدقائك يهجمون على الميكرو لكي يحيطون لي الميكرو من يديه الساعة لم يحيطون على النصر الميكرو وماذا ترغب في يديه؟ ماذا ترغب في ذلك الناس؟ تقول لي أن تسعب الإله بالكيران يقول لك الله يجزيك بخير هذه السنة الآخر ندوة وراغتي يهدر معك ماذا ترغب في الآخر ندوة؟ اعتقد كذلك إستسعبت مجرد بالكيران وفي شكرا عبر الأمس ولكن هذه المدينة لي لماذا ترغب في وقفت عليك الهدر أقول لكك كيف يسعب إلا يكيران؟ كما قلت لي؟ بالفرنسية أنا أعلم إنه تسمع أجل ولن يمكنني ذلك وماذا ترغب في منها كما قلت لك؟ من أنت رئيس الحكومة يجب علينا أن أعرف القادية ولكن ليس لدي ما ندير سافك تقلع عاونك ونكمل مع المالك ولكن لم تأتي اليوم تقول لي أنه لا تهدروش عن المالك لأنك كنت في مركز القرار و لم أدرتك شيئا وليوم تأتي تمارس الرعبة والويصاية للشعب المغربي و تقول المغاربة المغاربة يذهب عليكم هذا كيف يفكرني بذلك الخيطاب للمالك الملك الدكتاتور المجرم الحسن الثاني فاذا قال في ذلك الخيطاب الشهير وماذا المغاربة أوليته خفاف وماذا المغاربة رجعته دراري هذا الخيطاب ديالك كيف يفكرني بنفس هذا الخيطاب الخيطاب ديالك فيه السلطوية فيها كتمارس الرعب على الشعب المغربي ماذا كنت؟ ماذا كنت اللي ستأتي تقول المغاربة يروع عليكم؟ و أدير نتاع عليكم و أدير نتاع عليكم و أدخل الدين أعلمين أنا سأترضك بالدين إذا surge بالله سأترضك بالدين لا تنفعك بالدين لا تنفعه للمالك للحمل متوحة لا تنفعه لك والتدلز سأترضك بالدين لأنك لا تبيلت ذلك الدين لا تدخله في خطاباتك كل ما تقول الشاب المغربي ستتسول على المالك وشيء يقول الملك مع أمه وشيء يقول الملك بره وشيء يقول الملك هذا وملك يقول الملك مع أمه وليكون بره وليس يشغلكم فيه وليس يشغلكم فيه ودبارة هذا عصر التكنولوجيا عصر جون سيبا تخوى تليفون واتساب والسينال وملك يريد أن يقول لكم شيئاً وراء هو يقولها لكم لا تفعلوا أنتم تسويلوا لماذا تسويلوا؟ ندروا لكم المغربة وما قلت لو أحد أحد أصدقائها كانت مسافر وقالت إلى 10 سنوات من الوراء لماذا تسويلوا لكم مسافرًا في أفريقيا وقلتني مرة أخبرت في الهند ومع الفجر كيف سأساعدني من ذلك؟ لماذا تسويلوا لكم مع الفجر؟ لم تفهمت لماذا تقوم بك؟ لماذا تسويلوا لكم الفجر؟ لدينا أن يقوم بمع الفجر المنافقين المدلسين لماذا تدخلوا السياسة في الدين؟ وما يزلتك تقول أحد أحد أصدقائها يعني أخبرت إلى القدسة المالك وقلتني لم تريد هذه الكلمة ومشاعة لكم المعتصم وقال لكم المالك سيدكم سأقول لكم القدسة لله وهو وراه إنسان بحالكم بحاله يا المنافقين أردتك تقول وقد قلت لكم قلتني هذه العبارة أحد أصدقائها أحد أصدقائها أحد أصدقائها من فرنسا الفرنسيس الذين تشبتون بهذه القدية وعندهم المالك الساكخي أصدقائها أصدقائها وكيف أنت عيش معنا في 2022 أم لا عيش مع الفرنسيس هذه 400 عام أصدقائها فرنسا لم يكن المالك كان يأتي للدلس وكيف تقول لهم هذه العبارة من الفرنسيس وهم متشبتين بها أهل الفرنسيس أصدقائها المالك في الدولة ساكن معين في دولة أخرى ولكنك تقول لماذا تسنطل الصحفة وهذه الصحفة المعادية وماذا يدعون المالك محمد السادي ستماكينة فرنسا ماذا يدعون هذه الدولة لماذا تجعل المغرب وسيتماكينة إذا أنت لا تقومون هذا هو الدور الدور أولدي هو رجل الإطفاء في المغاربة كي يعرفوا لماذا أعطيك 7 مليون في الشهر يعني إذا لماذا تريد أن تحاولوا يتفعوا بك ولكن أولدي رشع بالمغربي لم تكن تضغط عليه لأنك أنت وكل شعاق بالنفاق إذا نقول يجب إسقاط الملك المفترس الملكية المجرمة يجب محاكمة الملك الدكتاتور وكذلك شفار والنصب والجلاد وكذلك الجلاد والخبيت مخرج الأفلام الإباحية على جميع إجرام ليرتاكف حق الشعب المغربي وكذلك وخصوصا على جميع الأفلام المفبركة والفبركة والصور الأولاد الشعب المغربي وزيد عنهم الخبيت ياسي المنصوري والهيمة جميع المجرمين جميع الجلادين يجبون المسألة والمحاكمة وكما وعدنا أين هي الأميرة سلمة المختفية منذ 2017 والمعنفة منطرف طريقها الدكتاتور محمد السادس أين هي الأميرة السلمة المختفية منذ 2017 والمعنفة منطرف طريقها الدكتاتور محمد السادس أخوتين الغرباء أخوتين مغربيات نتمنى لكم يوم مبارع موعدنا الحلقة المقبلة السلام عليكم مع السلامة موسيقى موسيقى